بمناسبة المشاريع خلينا نتكلم عن إمكانية تأسيس مشاريع مساهمة في استغلال الطاقة البشرية وتحقيق تنمية مستدامة فخلينا نتكلم على ده أكتر شوفي مسألة التنمية البشرية وتحقيق تنمية مستدامة أنا عايز أقولك أنه شي في جزيرة السنة احنا نسينا نقطة مهمة كمان مسألة محور قناة السويس المحور التاني للقناة السويس والمنطقة الصناعية والاقتصادية اللي موجودة في هذه المنطقة دي لازم نتكلم عليها بالتفصيل آه طبعا لأن دي جزء مهم جدا مكمل للإستثمارات والاقتصاد والصناعة اللي تتكلم عنه في شب جزيرة السنة خصوصا أن المحور التاني لقناة السويس ما بينه ما بين المحور القديم في حدود 7 كيلو الجزء ده وده منطقة كبيرة أنت بتعملي من خلالها مشاريع اقتصادية كبيرة جدا خاصة بصناعة السفن خاصة بالصناعات المتوسطة والصناعات السقيلة فتحت بالنسبة لها مشاريع اقتصادية تعمل عملية جذب من الصناعات المتقدمة الموجودة في الخارج بربنجيات الكمبيوتر الصناعات الرقمية بشكل كبير فعملت عملية تطوير وانت بعد المحور التاني لقناة السويس وقللت ساعات العبور وساعات الانتظار بالنسبة للصفن راحة جاية ارتفعت وطير الدخل لقناة السويس في آخر إحصائية لأكتر من 10 مليار دولار وده نسبة كبيرة جدا وده خلالك مشاريع اللوجستية اللي هي المشاريع اللي بتخدم على حركة نقل الصفن وعبوره الصفن من الشرق إلى الغرب أو من الشمال للجنوب ودي مسألة أنا متصور تكاملية مع حركة النهضة العمرانية وبناء البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء لأن كنت بتاخد شبه جزيرة سيناء من وقت ما تعدي قناة السويس وتعدي هذه الأنفاء إلى هناك دخلت قريدي بتاخل شبه جزيرة سيناء وصولا بقى إلى رفح والعريش وشرم الشيخ وطابة ودهب وغيره من هذه المناطق اللي إلى حد كبير جدا بدأت تشكلك عمق مهم جدا لمشاريعك الاقتصادية وعمق مهم جدا لأمنك القومي وهناك اهتمام بالغ من وجهة نظري من الدولة المصرية ليه وزاد هذا الاهتمام بطرقة كبيرة جدا خصوصا بعد إرهاصات هذه المواكهة المقيتة المميتة اللي احنا بنتبعها وحديث إسرائيلي عن تهجير إخواننا من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء واستوطانهم فيها وغيره كرام المرفوض طيب خلينا نرجع لاستغلال الطاقات البشرية النقطة اللي كنا بنتكلم شوف استغلال الطاقات البشرية طبعا سهلة لأن كنت طالما بتعملي مشاريع اقتصادية وطالما بتعملي مشاريع استثمارية وبتستغلي الصروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللي شبه جزيرة سيناء يبنت بتخلقي طاقة عمل أو أبواب عمل للكثير جدا من الشباب خصوصا بدو سيناء والشباب حتى من الدلتا اللي كنت تتكلم عن بحر وقبل لأنه هو الشاب في الأول وفي الآخر خصوصا اللي بيبحث عن هجرة غير شرعية أو بيبحث عن السفر للخارج لما بيحس أو يستشعر أن هناك فرصة عمل متاحة وأن الفرصة دي ميسرة وأنها بقيمة مالية تستطيع من خلالها أن هو يعيش أو يتزوج أو يخلق يعني حياة وأسرة على طول هيتنقل إلى هناك وأنا أعرف شباب كتير جدا حاليا شغالين في طابة وشغالين في شرم الشيخ وشغالين في تهب وشغالين في نوابع لأنه هناك حياة بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر